اختتمت بالقاعة المغطاة بئر الشفاء بطنجة فعالية دوري عيد العرش المجيد لكرة القدم لسنة 2021 وعرف الدوري مشاركة المئات من اللاعبين الهوات في فئتي الكبار والصغار موزعين على العشرات من فرق الأحياء الرمية إلى دعم التنشيط الرياضي وتوسيع قاعدة ممارسة كرة القدم بمختلف أحياء مدينة طنجة المشاركين الذين كانوا تقريباً كانوا بالنسبة للفئة الكبرى كانت تقريباً 400 فارق وبالنسبة للفئة الصغرى الموالية 2007-2008 لعرفة المشاركة تقريباً 180 مشارك بالنسبة للفرق الحمد لله كانت أجواء رياضية ومكن هذا الدوري المنظم بمناسبة الدكرة الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلفه الميامين من تطوير الرياضة القاعدية وتطوير المهارات البدنية والتقنية وتعزيز روح المنافسة الشريفة وخلق دينامية المجموعة وكذا تحبيب ممارسة كرة القدم للأطفال وتعزيز مردود التداريب